السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة عشرة من كورس المحادثة المستوى الأول فإن شاء الله رح نبدأ على بركة الله محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي بعنوان مكالمية فارسي دار دونشقه مكالمية فارسي بمعنى المحادثة الفارسية دار اللي هي نعرف بمعنى في دونشقه بمعنى الجامعة فإن شاء الله رح نبدأ على بركة الله محاضرتنا لهذا اليوم مثل كل محاضرة رح نبدأ بكلمات فاستلهاته ضروري اللي هي بمعنى الكلمات والمصطلحات الضرورية نتعرف على أول كلمة اللي هي رشته رشته بمعنى التخصص على سبيل المثال مثلا رشتم داندون بزشكيست رشتم داندون بزشكيست يعني تخصصي اللي هو طبيب الأسنان الكلمة الثانية عدنا اسمها أو الكلمة الثانية بمعنى كارنامة كارنامة بمعنى الشهادة كارنامة إذن عرفنا بمعنى الشهادة الكلمة الثالثة عدنا اللي هو كلاوس كلاوس بمعنى القاعة بمعنى الصف بمعنى الفصل تمام؟ فحسب المكان فإذا فيه معنى كطالب جامعي اللي هي بمعنى القاعة أو الفصل الدراسي بينما فيه المدارس بمعنى الصف سالة أول شخص سألك أنت من أي مثلاً مرحلة أو سنة دراسية فتقول مثلاً سالة أول بمعنى السنة الأولى أو المرحلة الأولى فممكن مثلاً نغيرها سالة دوفون بمعنى السنة الثانية وهكذا نجي من بعدها كلمة شائعة اللي هي بمعنى أو كلمة دانش جو دانش جو بمعنى الطالب الجامعي يعني خصصني أنه الطالب الجامعي بالفارسية يسمى دانش جو بينما دانش آموس بمعنى الطالب لكن مو الطالب الجامع وإنما الطالب الذي يكون في المراحل يعني الابتدائية والمتوسطة والإعدادية أو الثانوية يسمى دانش آموس بينما الطالب الجامعي يسمى دانش جو أيضاً نعرف كلمة سابتنام سابتنام بمعنى التسجيل سابتنام بمعنى التسجيل تيرم هو يسامعين بها خاصة طلاب الجامعات في إيران تيرم بمعنى الكورس تيرم بمعنى الكورس وأيضاً نتعرف على كلمة دانشقاه دولتي وانفرقها عن دانشقاه آزاد دانشقاه دولتي بمعنى جامع الحكومية دولتي بمعنى حكومي دانشقاه آزاد آزاد بمعنى الاهلية دانشقاه عرفنا بمعنى جامع وأيضاً عدن فارغ التحسيل فارغ التحسيل بمعنى الخريج والتخرج حسب الجملة مثلاً من فارغ التحسيل شدم؟ يعني أنا تخرجت أو أنا تخرجت أو مثلاً من فارغ التحسيل هستم؟ أنا خريج تمام؟ بينما جشن فارغ التحسيل بمعنى حفلة التخرج جشن بمعنى حفلة فارغ التحسيل عرفنا بمعنى التخرج فبتالي حفلة التخرج اللي هي جشن فارغ التحسيل ننتقل لجزء ثاني من محاضرتنا ونتعرف على المدارك التحسيلي مدارك التحسيلي يعني شنو؟ مدارك اللي هي بمعنى الوثائق تحسيلي اللي هي يعني التعليمية فمدارك التحسيلي بمعنى المدارك أو الوثائق التحصيلية أو التعليمية نتعرف على أول مدرك اللي هو مدركة تحسيلية دورية ابتدائي مدركة تحسيلية دورية ابتدائي يعني شنو اللي هي يعني الشهادة الابتدائية أو الشهادة أو الوثيقة للمرحلة الابتدائية نتعرف أو نعرف جزء بسيط من عدها بعد اشتياس امتحان الصف السادس الابتدائي تحصل على مدرك تحصيلية دورية ابتدائي های في ايران المعمول و يسمى في مدرك تحصيلية دورية ابتدائي ششام الابتدائي مدرك تحصيلية دورية متوسطية اول یا سیکل مدرك تحصيلية دورية متوسطية اول یا سیکل يعني بمعنى الشهادة المتوسطة او شهادة المرحلة المتوسطة شنو هاده او متعرف شنو معناه پس از موافقیت در امتحان كلاس نوهم پس از موافقیت در امتحان كلاس نوهم يعني بعد اشتياس امتحان الصف التاسع بمعنى احنا يعني بدول العربية الصف الثالث يعني المتوسطة لكن بالفارسية او في ايران هم يعني يمشون سادس ابتدائي وراح هفتم هشتم نوهم يعني وراح المرحلة الاول متوسطة اللي هي السابعة والمرحلة الثانية متوسط اللي هو الثامنة وآخر مرحلة اعتهم اللي هي كلاس نوهم اللي هي الثالث متوسط مادرك التاسيلي دوري متوسطة دوفوم يا ديبلوم ديبلوم سامعيها او متوسطة دوفوم اللي يعني يسموها الشهادة الاعدادية او شهادة المرحلة الاعدادية يسموها في ايران ديبلوم او متوسطة دوفوم پس از موافقية در امتحان الكلاسة داوازدهم كلاسة داوازدهم بمعنى السادس الاعدادي او السادس الثانوي احنا في ايران يسموها كلاسة داوازدهم احنا الصف الثاني عشر من بعدها ننتقل لمرحلة اعلى اللي هي يسموها مادرك التاسيليه كارشناسي یا ليسانس في ايران للدرجة او الوثيقة البكالوريوس يسموها كارشناسي او ليسانس اثناء بمعنى البكالوريوس او شهادة وثيقة البكالوريوس تمام فكارشناسي بمعنى البكالوريوس ايضا ليسانس بمعنى البكالوريوس نتعرف او نعرف جزء بسيط من عده دوري از اموزش هست كه تحصيل آن بطور معمول من 4 الى 6 سنوات حسب الكلية او حسب سياست الجامعه او الكلية یعنى لتی تدرسو مدرک تحصیلی کارشناسي ارشد کارشناسي ارشد یا فوق لیسانس کارشناسي ارشد بمعنى الماجستر و ايضا فوق لیسانس ايضا نوسمو بلماجستر تمام و ايضا کارشناسي ارشد یا فوق لیسانس اثنانات این بمعنى الماجستر دوري از اموزش هست كه تحصيل آن بطور معمول در مدت دو سال انجام می شود دوري از اموزش هست یعنى دوره تعلیمیه كه تحصيل آن لتحصيل علیه ها بطور معمولی یعنى بشكل طبعه او عادی در مدت یعنى بمدت دو سال انجام می شود یعنى تحصيل علیه ها بمدت سنتين و تختلف هاي المدت حسب الجامعة و حسب الدولة التي تدرس فيها زیاده او نقصان عن هذا عن السنتين حسب الجامعة و الدولة تمام فمو شرط تكون سنتين ممکن اقل ممکن اكثر بعد ذلك التحصيل ايه دكتوره اللي هي يعنى اشهاده الدكتوره في ایران ايضا تسمه دكتوره هاي شنو دوري از اموزش هست يعنى دورة تعليمية كالتهسيل الآن التي تحصل عليها بتوره مامولي يعنى بشكل طبيعي دار مدت شهر صال عن جامع شغل بمدت اربع سنوات وايضا تختلف حسب الجامعة و الدولة ممکن اقل و ممکن اكثر من هذا العدد هسا ننتقل موضوع محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي مكانمية فارسي دار دونشكا عرفنا بمعنى المحادثة الفارسية في الجامعة فراح تكون محادثتنا مثل كي المحاضرة بين شخصين الشخص الاول تعرفونه اللي هو امير بينما الشخص الثاني رح نتعرف عليه و رح يكون محور محادثتنا لهذا اليوم فراح نبدي امير سلام السلام عليكم ببخشت ان كلاسة دي يك هست ببخشت ان كلاسة دي يك هست يعني ببخشت بمعنى العفو او عفو ان كلاسة دي يك هست هل هاضه هي يعني قاعة دي واحد لانو دي بالفارسي لكن الاصل يعني باللغة الانجليسية دي واحد بالفارس يقولون دي يك تمام فبالتالي جايس الأمير السلام عليكم العفو او عفون هذه هي القاعة دي واحد فالشخص الثاني لمحادثتنا رح يكون الدونش جو اللي هو مثل ما ظهر أمامكم دونش جو بالا حامي ناست بالا بمعنى نعم حامي ناست يعني هذه هي يعني قصده اللي هو القاعة دي واحد انكمل امير باشه بمعنى حسنا يه سؤال داشتم لده يه سؤال او عندي سؤال امتحان الفيزيك چطور بود امتحان الفيزيك چطور بود يعني شنو كيف كان امتحان الفيزيك امتحان الفيزيك بمعنى امتحان الفيزيك شوف دانش جو شنو گله دانش جو بمعنى طالب جامع عرفنا بد نبود بد نبود يعني بمعنى لم يكن سيئن فقط خوشحال هستم که امتحان الفيزيك تمام شد فقط خوشحال هستم که امتحان الفيزيك تمام شد يعني شنو فقط انا سعيد فقط بمعنى فقط خوشحال هستم أنا سعيد كأمتحان الفيزيك تمام شد لأن امتحان الفيزياء قد انتهى أو انتهى تمام شد بمعنى انتهى مكمل أمير أها أها بمعنى علامة نور افتهم پس امتحان سخت نبود پس امتحان سخت نبود يعني إذن الامتحان لم يكن صعبا سخت نبود نون بمعنى يعني لم يكن صعبا بینما بود يعني كان صعبا تمام سخت بمعنى صعوبا أو صعوب نبود يعني لم يكن إذن الامتحان لم يكن صعبا دانشجود دقیقا دقیقا بمعنى بالضبط ببخشید شما از کدام کلاس هستید ببخشید بعرفنه بمعنى المعدر أو عفوان شما از کدام کلاسی هستید انته من اي قاعة جئيس الأمير شوف امیر شون گله امیر من از کلاس به دو هستم من از کلاس به دو هستم یعنی شنو انا من القاع أوصاف بی سنین فردا امتحان فیزیک داریم فردا بمعنى قدن امتحان فیزیک داریم داریم جمع لدهینا دارم یعنی لدهیه بینما داریم بمعنى جمع لدهینا فغدن لدهینا امتحان الفیزیک تمام؟ به خاطر همین آمدم که ببینم امتحان سخت بود یا آسان به خاطر همین لهذا السبب آمدم اتیتو او جئتو که ببینم لی ارا امتحان سخت بود یا آسان لی ارا ما اذا كان الاختبار او الامتحان سخت بود یعنی صعب یا ام آسان بمعنى سهل فشنو؟ به خاطر همین لهذا السبب جئتو لی ارا اذا ما كان الاختبار سهل ام صعبا یعنی سهلا ام صعبا نكمل دانش جو اللی هو الطالب الجامعی اگر موزوه امتحان رو خاندهیت شفون الواو ما تلفظ تكتب ولا تلفظ خاندهیت شفتو شنو لفظتها؟ اسلا نگرون نباشیت و اگر موزوه امتحان رو خاندهیت یعنی شنو؟ اذا كنت قد قرأت موضوع الامتحان اسلا نگرون نباشیت فلا تقلق ابدا اصلا یعنی ابدا نگرون نباشیت یعنی لا تقلق فنكمل امیر برای خاندن موضوع امتحان برنامه ریزی کردم یعنی شنو برای خاندن موضوع امتحان؟ شنو؟ یعنی لقراءت موضوع الامتحان برنامه ریزی کردم عملت جدول يعنی فبالتالی امیر عمل جدول لقراءت موضوع الامتحان يعني عمل أو مثل ما تقول خل جدول عن مدقرة الامتحان دانش جو فردا بعد از امتحان الفيزيك وقت داري عايد دانش جو فردا بعد از امتحان الفيزيك وقت داري يعني شنو فردا غدا بعد از امتحان الفيزيك يعني بعد امتحان الفيزيك وقت داري لدهك وقت يعني غدا بعد امتحان الفيزيك عندك وقت هجي جاي سلامي امیر بله چطور؟ بله يعني نعم چطور؟ شنو هاده سؤال؟ دانشجو لبطالب جامعه آیا میخواهی برای امتحان ریاضی با هم مطالعه کنی؟ عید آیا میخواهی برای امتحان ریاضی با هم مطالعه کنی؟ یعنی شنو آیا هل میخواهی تورید برای امتحان ریاضی یعنی لامتحان ریاضیات با هم مطالعه کنی؟ یعنی ان ندرس او نطالعه سویتا؟ هل تورید ان نطالع سویتا معا على مود امتحان ریاضیات؟ خلی نشوف امیر شنو قلیه بله عتمان؟ نعم بالتأكید بعد امتحان الفیزیک بعد امتحان الفیزیک هدودان ساعت بانجا آسر یعنی تقریبا او بحدود الساعة بانجا آسر یعنی الخامسة عصرًا بیا که با هم مطالعه کنیم بیا یعنی تعاله با هم مطالعه کنیم لیندرس معن او لینو ذاکره معن دانشجو لیهو یعنی طالب جامعی باشه حسنا پس فردا میبینمت پس فردا میبینمت یعنی شنو ایذن اراکه او القاکه غدن موافق باشی یعنی بالتوفیق فشنو قل الامير سلامات باشی فسلامات باشی یعنی بمعنی اتمنی ان تكون بصحه جیده حسن ننتقل لجزء الاخر من محاضرتنا ونتعرف على بعض الجمل و الكلمات اللی ممکن تفیدک او تفیدج في حال كونک او كنتی طالب او طالب جامعی في ایران اول سؤال نقدر نسئله دار كدام دانشجو حسدید ای شخص مر عليک او مثلا من جامعه اخرى ترد تتعرف علیه فتقل انت في ای جامعه ترد تقول بالفارس شنون تقول در کدام دانشگاه هستید در کدام دانشگاه هستید انت في ای جامعه دانشگاه ببعنه جامعه ایضا في بطالی واحد يارد يقول ای جاو ای جاو مثلا شخص سؤال اکاده سؤال ترد ترد جاو باشید من دانشجوی دانشگاه میلاد هستم میلاد ها چه اسم؟ في بطالی من دانشجوی یعنی انا طالب جامعی دانشگاه ببعنه جامعه میلاد هستم اسم جامعة ميلاد فأيضاً ممكن تغييره في أي اسم جامعة أنت اللي دون بي تريد تسأل ما هو التخصص الذي تدرسه فتقول هاي الجملة أو ممكن ما هو تخصصك الدراسي فتقدر تستعمل جملة تي رشده تحصيلي چي أو أو چرشده ميخاني ثانيات تقريباً معناه مقارب سالة چندومي هستيت سالة چندومي هستيت يعني أنت في أي مرحلة بالدراسة الجامعية مثل ما أخذنا بالمصطلحات والكلمات الضرورية مثلاً سالة أولم أو سالة دوفم يعني مرحلة أولى ثانية أو سنة أولى وثانية وهاكذا فردا روز سبتنامه هست مثلاً إجالك مدير التسجيل يقولك يا بفردا روز سبتنام هست سبتنام عرف نبه معنى التسجيل فغدن هو يوم التسجيل فغدن لازم يعني فيما تقول سجل أيضاً من الجمل أو الأسئلة المفيدة نظر شما در مورد آموزش آنلاين چيست؟ شخص سألك ما هو رأيك في التعليم الآنلاين؟ و نظر شما در مورد آموزش آنلاين چيست؟ مثلاً بحث تخرجه کار و تسأل هذه السؤال و أيضاً عدن لیسانس خود را از کجا گرفتید؟ لیسانس خود را از کجا گرفتید؟ عرف نه لیسانس ببعن البكالوريوس خود را یعنی بكالوريوس درجه البكالوريوس المتعلق بکه از کجا گرفتید؟ من این حصلتها؟ فتر تسألی ها به انتو منوان حصلت درجه البكالوريوس؟ تسأل هذه السؤال السؤال الاخير او جمله الاخيرة در امتحان زبان بالاترین نمره را گرفتم حصلت على اعلى درجه في اختبار اللغة مو شرط اختبار اللغة امتحان زبان لا اي امتحان آخر مثلاً انت حصلت اعلى درجه فبطالت کن مثلاً در امتحان مثلاً حسن نقول زبان بالاترین نمره را گرفتم بالاترین بمعنى اعلى تمترین بمعنى الاقل فهس خلصنا عرفنا الكلمات والمصطلعات الضرورية عرفنا المحادثة وعرفنا الأسئلة الشائعة هس ننتقل للتمارين اللي أريد من عندك أو اللي أريد من عندك نقرأ التمرين ونحل سوية تمام فالتمارين يكشي يقول اللي هو التمرين الأول جولوية إبارته هي درست علامة درست بكزاريد فالجولوية إبارته هي نادرست علامة نادرست بكزاريد يعني شنو ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة خلنا أعرض لكم السؤال الأول سؤال إيك كلمية فارغ التأسيل دار عربي بمانوية حفلة التخرج هست الصديق ما كلمة فارغ التأسيل تجي بالمع عربية بمعنى حفلة التخرج ها شو تجاوبون صحهم خطأ ممتاز فارغ التأسيل بمعنى التخرج أو الخطأ ريج ممتاز سؤال دو فردا أمیر امتحان رياضي دارد صديق غدن أمیر عند امتحان رياضيات لده امتحان رياضيات صحهم خطأ حسب المحادث لغدنا ممتاز نادرست فردا أمیر امتحان فیزیک دارد غدن أمیر لده امتحان فیزیا ممتاز سؤال سه أمیر از کلاس بدو هست أمیر من قاعة رقم بي 2 صح له ممتاز ممتاز دروسته احسنت هو من القاعة بي 2 حسب ما سأله داك فجاوب أمیر سؤال تشار أمیر گفت قال أمیر فردا ساعت 5 است بیا که با هم مطالعه کنیم غدن الساعة الخمس عصرن تعال لکه نطالع او نقرأ سویتن صح له غلط ممتاز درسته سؤال 5 سؤال 5 بالاترین بي معنى عاله فبتال حصلت در امتحان زبان کمترین نمره رو گرفتن کمترین بي معنى الهوه اقل ممتاز سؤال 6 امیر برای امتحان فیزیک برنامه ریزی نکرد رکزو نکرد امیر لامتحان الفیزیا لم يقوم بعمل جدول دراسی صح له غلط نکرد یعنی لم يعمل ممتاز نادورست كارد قام بعمل جدول لدراسه المادة الفیزیا ممتاز سؤال هافت كلمه دانش اموز دار عربي بمعنى طالب الجامعی هست هل صح كلمة دانش اموز تجی بالعربي بمعنى طالب جامعی لو تذكرون قلنا نادورست ممتاز دانش اموز بمعنى طالب وليس طالب الجامعی ممتاز حسنا ننتقل لتمرینه دو تمرینه دو اللي هو التمرین رقم ثنین كلمة های زیرو بهم باسقونید اربط الكلمات الاتية مع بعضها البعض الكلمات اللي تشوفوها قريبة على بعضها او يعني مثلا مثلا ما تقولون المتشابهة او يعني تكمل المعنى نربطها مع بعض فخلنی حد دانش جو شو تشوفون يا كلمة تناسبها او يا جملة تناسبها ممتاز دانش جو بمعنى طالب الجامعی فبتالي تجوياه دانشگاه لیه جامعه دانش جو طالب جامعیشی اکید يكون فی الدانشگاه فی الجامعه آیا شما فارغ التحصیل هستید؟ جه يسئل هل انت مثل ما تقول خریج؟ ها شنون اللي تختارونه؟ ممتاز خیر من دانش جو هستم كلا انا طالب جامعی ممتاز رشده تحصیلی چیه؟ ما هو تخصصو که الدراسی او تحصلو که دراسی شو تختارون؟ منتاز رشده تحصیلی عدبیات انگلیزیه؟ رشده تحصیلیم یعنی تخصصی التعليمی او تخصصی دراسی عدبیات یعنی آداب انگلیزیه؟ یعنی آداب انگلیزی منتاز این کمیل های جمله نمره هایم بخاطر زیاد فراخ شنون؟ نمره هایم بخاطر زیاد شنون؟ منتاز فوتبال بازی کردن کم شده است شنون؟ نمره هایم بخاطر زیاد فوتبال بازی کردن کم شده است یعنی شنون؟ درجاتی لی زیادت لعبی لکرت القدم کم شده است قلط قلط درجاتی لی زیادت لعبی لکرت القدم ممتاز تبقید تقویم دانشکا یعنی حسب تقویم او جدول الجامعة نكملها شنون؟ ممتاز امتحانه ما پانج تیر است یعنی امتحانه هو خمسة تیر رئیس دانشکا کی هست؟ من هو رئیس الجامعة؟ نريد اسم های ساعدتكم ممتاز آغای سمث آغای سمث اللي هو رئیس الجامعة تکمیلت جملة امتحان خیلی سختر او امتحان خیلی سختر از اونی بود ها که فکرش را می کردم امتحان خیلی سختر از اونی بود که فکرش را می کردم یعنی الامتحان کانه اصعب من اللذی کنتو اتوقعه او اللی کنت یعنی افکر بی او اللی کنت اتصور ممتاز هسا ننتقل للماشقشب اللی هو الواجب البيتی اللی اريد ام نعودكم شنو باغتي فارغو تأسیل شديد مي خاید شكار كونید یعنی مثلا شنو عندما تتخرج ماذا تريد ان تفعل الاجابه اريد ام تكون في التعليقات وانی رح اشوفها باغتي فارغو تأسیل شديد مي خاید شكار كونید یعنی عندما تتخرج ماذا تريد وان تفعل وليهن درس تمام شد الدرس خلاص اتمنی تكونوا محاضره واضحه عدکم ان شاء الله نلتقي معاكم الدروس اكثر ومحاضرات اكثر من كورس المحادثة المستوى الاول فدمتم بألف خیر والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ورحمة الله وبرکاته